السيارات العائلية نحن نعرف طبعا أن هناك أزمات في العالم مثل أوكرانيا وروسيا حيث الوضع صعب لكن هناك أيضا أمريكا الجنوبية والبرازيل وأيضا نرى فرصا جيدة في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية والصين لذلك نتوقع نموا طفيفا لكنني لا أستطيع القول بعد إن كنا سنتفوق على تويوتا حتى بي ام دابليو تريد كسب زبائن جدد عن طريق إنتاج سيارات عملية ولأول مرة في تاريخ الشركة أنتجت سيارة بسبعة مقاعد ودفع أمامي لا نطمح للتوسع في كل المجلات لكن عندما ننظر إلى موديل جران تور اثنان كان هناك زبائن كثيرون قالوا إنهم يريدون سيارة عملية وديناميكية من بي ام دابليو ولكن ليس ليموزين رياضية أما ألفا روميو فالتزمت بتقاليدها في إنتاج السيارات الرياضية وعرضت موديل سبايدر كابريو فورسي في جينيف ترجمة نانسي قنقر